بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من الظواهر المنتشرة في عصرنا هذا ظاهرة التفكك الأسري ترى حالات عديدة من الطلاق ما أسبابها ما العوامل التي تجعلنا مستمسكين محافظين على أسرنا محافظين على قيمنا محافظين على مجتمعاتنا بداية أحبة الأكارم إن الزواج ميثاق غليظ قال الله سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وربنا سبحانه وتعالى وعد بأن يضع المودة والسكن في قلب الزوجين بهذا العقد الشرعي المبارك حال قال مولانا سبحانه وتعالى من أواسط سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لآيات لقوم يتفكرون وينظرون ويتدبرون نعمة الله سبحانه وتعالى في تكوين الأسرة أنت أيها المسلم أنت وأنت مشارك في عمارة الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى تؤجر بهذه النية وتثاب على هذه النية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها واستعمركم فيها فأنت حين تعمر الأرض بتكوين أسرة اعلم أنك تثاب بهذا العمل وعلى هذا الصنيع بإذن ربنا سبحانه وتعالى لكن حين نرى حالات الطلاق العديدة حين نرى تفككاً أسرياً في مجتمعاتنا وما أكثر ما أسبابه حين ننظر بعين ثاقبة إلى هذا الأمر نرى أن أول سبب هو عدم الصبر عدم صبر الزوجين على بعضهم البعض وقد عالج مولانا هذه القضية فقال ربنا سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً أنت أيها الزوج اصبر على زوجتك وأنت أيها الزوجة اصبري على زوجك وستؤجر وستؤجرين بإذن الله سبحانه وتعالى إن تكوين الأسرة إن بناء الأسرة يحتاج إلى صبر يحتاج إلى مثابرة إلى مصابرة ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم لا يفركوا أو لا يفركوا مؤمن مؤمنة يعني لا يبغضها لأتفه الأسباب لأول وهلة ولا تبغضه لأول وهلة إن سخط منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر نحن بشر لا تنظر إلى المساوئ كلها وإنما أنظر إلى المحاسن قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر ولذلك يا سبحان الله في أول آية من سورة الطلاق في نهايتها يقول مولانا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً من أسباب التفكك الأسري من أسباب الطلاق عدم صبر الزوجين على بعضهما البعض إذا صبر الزوجان سترى الأسرة تنعم بالأمن تنعم بالسلام الأولاد تراهم في تربية عالية تراهم نشأاً طيباً صالحاً أسأل الله تعالى أن يجعلنا في خير وإلى خير بإذنه سبحانه وتعالى وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والحب والمودة والسكن بإذنه سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة